شاهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول عبد المجيد سقرة تنفيذ النشاط التدريبي ردع 2024 والذي نفذ بمصرح عمليات البحر المتوسط بالذخيرة الحية وبمشاركة الأفرع الرئاسية ومختلف الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئاسية وعدد من قادة القوات المسلحة بدأت الفاعليات بعرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية والأنشطة المنفذة خلال النشاط التدريبي وذلك على متن حاملة المروحيات جمال عبد النصر النشاط التدريبي ردع 2024 شاهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ النشاط التدريبي ردع 2024 والذي نفذ بمصرح عمليات البحر المتوسط بالذخيرة الحية بمشاركة الأفرع الرئاسية ومختلف الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بدأت الفعاليات بعرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية والأنشطة المنفذة خلال النشاط التدريبي وذلك على متن حاملة المروحيات جمال عبد النصر وتضمنت المرحلة الأولى للنشاط التدريبي تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن الوحدات البحرية المشترية ضد كافة العدائيات وذلك بالتعاون بين القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي حيث قامت طائرات الحماية الجوية للتشكيل البحري بالاعتراض والاشتباك مع الطائرات المعادية ترجمة نانسي قنقر كما قمت عناصر الحرب الكيميائية بإجراءات تطهير الوحدات البحرية وإزالة الآثار الناتجة عن استخدام العدو للأسلحة الكيميائية لتتمكن من استكمال تنفيذ باق المهام المكلفة بها وقامت عناصر الدفاع الجوي بصد هجمة جوية معادية وتوفير الحماية لحاملة المروحيات جمال عبد الناصر والقطع البحرية المصاحبة لها بإطلاق عدد من ثواريخ الدفاع الجوية طراث أفنجر للتصدي للهجوم الجوي المعادية وشاركة لنشات الثواريخ طراث سليمان عسك في صد الهجوم الجوي وتنظيم الدفاع الجوي عن التشكيل ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية إجراءات حق السيارات والتفتيش لإحدى السفن التجارية المشتبه بها والغير منصاعة وذلك بالأساليب القتالية الاقترافية للسيطرة على السفينة بسرعة ودقة عالية وذلك في ظل الحماية الجوية لعملية الاقتحام من الهليكوبتر الهجومي طراث كاموف ترجمة نانسي قنقر كما نفذت عناصر من القوات الجوية بالتعاون مع الوحدات البحرية أعمال البحث والإنقاذ بالبحر حيث تم التقاط أحد الأفراد المصابين ونقله بواسطة الطائرة الهل طراث آجوستا المجهزة طبيا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى الميداني المجهز بغرف العمليات وأحدث الإمكانيات على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر وقمت عناصر الحرب الإلكترونية للتعامل مع الطائرات الموجهة بدون طيار صغيرة الحجم والتي تمثل أهدافا معادية كما نفذت أعمال التأمين الإلكتروني باستخدام الوحدات المحمولة بحرا وجوا لتأمين أعمال قتال الوحدات البحرية وشملت المرحلة الثانية تدمير أحد الأهداف البحرية المعادية ذات الأهمية الخاصة بإطلاق سواريخ سطح 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 تراف هاربور من إحدى لانشات السواريخ بالتزامن مع قيم القوات الجوية باستكمال تدمير الهدف بالمقاتلات المعاونة الجوية للتشكيل البحري ونفذت الوحدات البحية ضربات مركزة من خلال تنفيذ رميات مدفعية سطح بالذخيرة الحية وبمختلف الأعيرات على الأهداف السطحية المعادية فضلا عن قيام إحدى الغواصات بتنفيذ مهمة الاستطلاع البحري للبحث عن الوحدات البحرية المعادية واكتشافها كما نفذت الطائرات الهجومية طراز أباتشي أعمال القفل الجوي ضد عدد من الأهداف المعادية المكتشفة بواسطة الغواصات كما تضمنت المرحلة الثالثة تنفيذ التقطية بالسواريخ على هدف حيوي بواسطة الإمكانيات القتالية لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة المتمركزة على الساحل والتي قامت برصد الأهداف الجوية المعادية على مسافات مختلفة والاجتباك معها بواسطة الأنظمة الساروخية مختلفة الطرازات والتي نجحت في إصابة جميع الأهداف إصابات مباشرة كما نفذت وسائط الإبرار الخاصة بحاملة المروحيات جمال عبد الناصر المحمل عليها عناصر الصاعقة عمليات الإبرار البحرية على الساحل للقيام بمهمة الإغارة على هدف ساحلي وتمكنت قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات المنطقة الشمالية العسكرية من تطهير الساحل من العناصر المعادية والسيطرة عليها وفي ختام النشاط التدريبي نقل الفريق أول عبد المجدسقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين بالنشاط التدريبي ردع 20-24 كما أشهد بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة والتي أظهرت قدرة وجهزية رجال القوات المسلحة في حماية مقدرات وثروات مصر الغالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة دمت يا جيش مصر دعماً وسنداً لشعبها النشاط التدبي ردع 20-24 ترجمة نانسي قنقر